بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه صدق الله العظيم وقوله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم إذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان على المغيب أرسل الله رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد والمحركة له وعندها يرفع الله الحاجز الموجود على العينين هذا الحاجز إنه يمنعنا من أن نرى الجن والملائكة وعندما تأتي ساعة الاحتضار يتم رفع هذا الحاجز ويرى الإنسان ملك الموت قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم ومعنى هذه الآية أي أريناك ما كان مستورا عنك فهذا الأمر قد تستغربه عزيز المشاهد لماذا يرى الإنسان ملك الموت قبل موته بلحظات وماذا يحدث لنا لحظة الموت وماذا يفعل الشيطان حينها ولماذا تخرج الروح من القدم أولا لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد الموت هو أكبر مصيبة تلحق بالإنسان إذ لا مصيبة أخرى بعده وكما وصفه القرآن الكريم في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت صدق الله العظيم إذا حان أجل الإنسان على الموت أرسل الله رسل الموت لقبض الروح وعندها يرفع الله الحاجز الموجود على العينين قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي أريناك ما كان مستورا عنك هذا الحاجز الذي يمنعنا من أن نرى الجن والملائكة وعندما تأتي ساعة الاحتضار يتم رفع هذا الحاجز ويرى الإنسان ملك الموت فإذا كان العبد مؤمنا فيرى الملائكة يبشرونه بالخير ورؤية الله عز وجل وإن كان العبد كافرا يبشرونه بالعذاب وجهنم وبئس المصير ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسكن وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحصن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض وكما قال الله تعالى أيضا في حق الكافر بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهما المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى صخط من الله وغضب فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلة فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بداية خروج الروح من الجسد تكون من أطراف الجسم وهي اليدين والرجلين حتى لا يهرب الإنسان من ألم خروجها كما يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتفت الساق بالساق صدق الله العظيم كما أن ألم طلوع الروح عاذن الله وإياكم قدرها العلماء بثلاثة آلاف ضربة بالسيف ربي أسألك حسن الخاتمة إلي وكل من شاهد هذا الفيديو فعندما تأتي لحظة موته فإنه يرفع عنه الحاجز الذي يكون على عين الإنسان وبالتالي عند رفع هذا الحاجز ينصدم الشخص من هول ما يراه وكيفية هيئة الملائكة وهذا الشعور قد يجعله يسعى للهروب ولذلك تخرج الروح من أصابع القدم أولا حتى لا يقوى الشخص ولا يستطيع الهروب مما سيراه سواء كان شخص صالح أو شخص غير صالح فللملائكة هيبة رهيبة وجميعنا نعرف مدى خوف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى سيدنا جبريل بهيئته الملائكية عندما نزل عليه الوحي لأول مرة إذا حضر الموت تأتي الشياطين للإنسان ساعة الاحتضار وفي وقت لا حيلة له ولا قوة ولا سيطرة ليفتنوه في دينه ويبعدوه عن كلمة التوحيد ويخرجوه من الدنيا على غير الإسلام حتى يموت على الكفر والعياذ بالله فقد رويا أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا لكن التثبيت يأتي من عند الله سبحانه وتعالى فيثق المؤمن أن له إلها لن يخذله في مواجهة تلك الظروف فلا يتعرض لزيغ القلب ولا يتزعزع عن الحق وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتي للإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم وقد استدل بعض العلماء حديث جابر بن عبد الله على حضور الشيطان عند المحتضر لإغوائه وافتتانه كما استدلوا أيضا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وهذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عزاء المشاهدين لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة